بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حبايبي طلبت وطلبات الصف الرابع في فيديو النهاردة هنتكلم عن آخر تصريحات وزارة التربية والتعليم فيما يخص امتحانات يناير إن شاء الله والمقرر من المنهج في امتحان يناير ونظام الامتحان وشكله هيبقى ايه أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها اليوم أن امتحانات منتصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي ستتضمن جميع الدروس منذ بداية العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021 يعني المنهج الامتحان إن شاء الله هيبقى شامل المنهج كله من أول بداية العام الدراسي لحد إن شاء الله ما هنخلص المنهج في نهاية ديسمبر وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الرابع الابتدائي نصف العام 2022 منتصف العام الدراسي 2021-2022 وهي كالتالي يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة يتم اختيار الأسئلة عن طريق التوجيه أسئلة الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤال عدد الأسئلة لباقي المواد 15 سؤال يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021 وبكده يكون الفيديو خلص وطبعا دي تصريحات وزارة التربية والتعليم أحدث تصريحات لها وإن شاء الله هيبلكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر